تحت شعار المصالحة وبحضور رؤساء وملوك دول أوروبية أحيت مدينة الياج البلجيكية الذكرى المأوية للحرب العالمية الأولى القادة الأوروبيون الذين حضروا مرسم أحياء ذكرى اشتياح القوات الألمانية لبلجيكا قبل مئة عام دعوا لاستخلاص العبر من الماضي في وقت تتصاعد فيه الأزمة الأوكرانية لا يجب أن نثبت بكلمة التذكر فقط أننا حفظنا درسنا جيدا يقول الرئيس الألماني بل يجب أن يكون ذلك من خلال أفعالنا في الحاضر والمستقبل ودائما في الياج كان الأمير ويليام وزوجته والأمير هاري من بين الحاضرين لإحياء الذكرى حيث مثلوا بريطانيا ودول الكومينويلث التي شاركت هي الأخرى في الحرب العالمية الأولى بريطانيا أكدت أن مراسم أحياء ذكرى الحرب ستتوصل في مدنها حتى عام 2018 على غرار لندن التي زيانت فيها الأضواء ميدانة رفلجارة إحياء لذكرى حرب ستظل خالدة في ذكرى البشرية